سبحان الله العظيم حتى تفطر الطيور وهجم عليهن من السلام وعليكم متتبعيني الوفيه صباحكم مبروك صباح الخير عليكم كسبحته لعباسك وشي بيه خر عمركم هنيام مرحبا بكم في فيديو جديد في نهار جديد قنات قناتكم ولكم وليكم مرحبا بالناس جداد اللي ينضموا القناة شكرا منكم على انضمامكم puna السلي في القناة انتم مرحبا لخير شكراً لكم على حسن المتابعات لايجع ايكم على خير مرحبا بيكم في فيديو جديد كما كاتشوفو معايا الجمعة والتانة انملة سبحان الله هنه درتلو الملح ملي كان ديرلو الملح هنا في باب السطح ما كيدخش للدار نهائيا سبحان الله العظيم حطيت هنا شوية الخبز للطيور كيعجبوني هكا كيكونوا هنية وفي نفس الوقت مساكن كيكلوا كان حط ليهم بتفرتيبتين الخبز ولا مثلا هكا شي كسكسو اللي ما هنية كيشربوا سبحان الله راح حتهم عمساكن مرة مرة هكا نحط ليهم شي حاجة إلا قدرنا وهجم النمل كيما انتم ما كتشوفو كيما كيجي دائما هنا في السطح وكيدخل في الدار في الباب ديال الدار ما عارفش سبحان الله شنه هو السبب كله وفضرتو كله وشنه كيقول لي يا كان لي قال لي يا راح نمل زوين في هالباراكا اللي كان في الدار كان لي مثلا كيقول علامات سحر في الدار اللي يستار وكان لي كيقول العين ربي اللي عالم ما عرفناش مناش ولكن الحمد لله على ذكر هكا الموضوع غدي نحطر عليه على ذكر السحر غدي نحطر مع الناس اللي كيسحروا الناس الاخرين السحر اللي كيجعروا في هاد العواشر كيجعروا في عيد القاضحة في رمضان في الليل 27 في العيشورة في الموليد حصبي الله ونعمل وكل في كل سحر في كل ظالم كيضلم اخوه المسلم مدر ليهوالو حصبي الله ونعمل وكل فيهم قانا قول لهم هزو يديكم وإلا غا تندمو في حياتكم لا في الدنيا ولا في الآخرة ربي ما كيينساش لعبت خصوصا اللي كتعدى عليها راه ربي ما غاي سمحلكش إلا ما سمحلكش لهذا الشخص اللي تعدى علي حصبي الله ونعمل وكل في هاد الناس هادو اللي كيستغلوا هالمناسبات هادو الدينية اللي عكس خصهم يتحزموا يجدهدوا يتقربوا على الله أكثر يكتروا من الأعمال الصالحة باش عربي يغفر لهم الدنوب ويقبل لهم الأعمال وحصبي الله ونعمل وكل هاد الشي اللي نقدر نقول عليها لأنه كي ما كان قولو ما يحسب المزوط غير اللي مخبط به وكل دير كي تفيد ديه وسد عليها والحمد لله ربي يجعل هم مغفرة الدنوب الله يجعل الصبر ديالنا والأعمال ديالنا في ميزان حسناتنا مقبولة لأنه الله مع الصابرين قد ما الإنسان كيصبر خصوصا على الظلم قد ما الإنسان كيصبر وكيدعي بنيته الصافية بقلبه الصافي ربي غادي ينصروا وربي غا يكرموا الحمد لله غير الواحد يدعي بالنية الصافية وقلب الصافي على هدوك الناس اللي كيتعدوا عليه اللي كيضلموه بدعاء اللي أربي يقبلها له وباسمية ديال هدك الشخص اللي تعدى عليك وتكون متأكد من هدك الشخص أنه تعدى عليك باش مظلمتشي واحد ودعي باسمية ديالذك الشخص غير كل ما تحس بيالله ونعمال وكيل في هدك الشخص اللي تعدى عليك تكفي وتوفي فما بالو كدعي الدعاء ديال الظالم ربي كبير الحمد لله ولله الحمد هالموضوع هذا دائما كيجبض راسه راسه في كل مناسبة لأنه كنشوفو الناس مساكن كيتعدبو خصوصا في العواشر كتلقى المرة مسكينة ما عندها خاطر كتدوز عيد في شهنم كتدوز هدك الأيام اللي يخصها تدوزها فراحتها تدوزها فرحانة كتدوزها معدبة أو مثلا شخصة ومهم مرة كنشوفو هد شي كنعيشوه كنشوفوه الله ياخد الحق في هده النس هدو لكي يستغلوا هده المناسبة هدو تقي والله فخدكم المسلمين راه عمركم ما غط عرفون راحة البل ولا ضاميركم غادي يرتاح وخاكت بينو انكم مرتاحين لا بس في صحة في الخاطرة ولكن في الداخل معدبين كيدفكم بتأنيب الضامير عمركم ما غط عرفوا راحة البال حنتك اتعدى وعلى الناس أبرياء مليك اتعدى على شي واحد ما دارلك ولو راها ربي ما غايسمح لك إلا ما اسمح لك هدك الشخص اللي تعديجي عليه حسبي الله ونعم الوكيل في كل واحد كيتعدى في خوه المسلم موضوع كي يجب دراسو وفي الوقت اللي خصنا نتحزمو نديرو الخير نقدو الميزان كي ما كان قولو دائما باش ما تدد نملة من هاد جيه ولا من هاد جيه باش الحسنة ديالك تكون كاملة مكمولة عند الله الله يقبلها لك اسمحوا لي أصدقات مشيراكم عارفين هاد الجوه هذا سبحان الله ما هو الصيف ما هو البرد سبحان الله وخحنا داخلين في الصيف الحمد لله الله يدخلوا علينا بالصحة والسنة ما ندوزه باخر وعلى آخر ولكن الحمد لله اللهم لك الحمد المهم شاركت معكم أجواء في الصح شفتوا معي الطير اللي جاء عندي طبارك له ما شاء الله الخفز اللي كان حط ليهم تما الله يقبلها لي وليكم الجميع المسلمين نحنو في الطيور حتا هم ما اللي عندنا شي بالكون أو سرجم أو السطح بحالها كان حط ليهم كسكسو أو مثلا خبيز نفرتت الماء لانو حتا هم ممسك نره غير في الخلاك يبغي وما يأكلوا وفي نفس الوقت حنا كنت ديو لقاجر فيهم والحمد لله الله يقبل للجميع هنا كنشارك معكم هاد جليلي به هادي اللي ختمتها بيدي طرز أرباطي بليد دا لبنات هو هدا شوفو قولوا لي شنو رأيكم في هات السوق قد بارك الله ما شاء الله ختمتها بيدي الوينت زوينين متناسقين ولكن خسرت لي بالزيت طاحت لي في هاز زيت مبغا تشتحي دا لبنات عندكم شي فكرة شي اقتراح هكا اقترحوا علي في التعليق لله يحفظكم شي وصفه هكا اللي كتحيد هاد طبيعة هادو ديال الزيت اولا غريس المهم شي حاجة اللي صعيب تحيد ما خليت مادرت لها ولكن بغتش تحيد لي اه قررت ان اني نقطعها وخجلي ببقى بزيان بقى زوينة بقى جدية ولكن اذيك الطبعة خرجت عليها نهائيا طريزة بقى زوينة دا لها جوج طريزة هكا وحدف التحت وحدف الاكتف جات زوينة طبارك الله ولكن خسرتها لي هاد طبيعة هادو ديال الزيت كما وكلكم صعابين انهم يتحيدوا وهادي كسيوة اخرى خفيفة ديال الصيف وجد هال الصيف ان شاء الله عندي افكار كسيوات جابة دور جليل بات قفيت ناط ان شاء الله اللي قدرت غنشارك معكم فيديو خاص للبيسات كما كان قول لكم دائما اللي كان دير هكا للبيع والناس اللي كان خدم ليهم رانضا والتنبات والمهم ان شاء الله كان جديد تسلنا بلايك والاشتراك والبرتاج مع الاهل والحباب بفضلا منكم ليس مش جعوا هاد القناة زيدوا بها القدام وش ما تستهلش حتى هي يطلع ان شاء الله الحمد لله كما كان قولوا ما عندنا شو ما خصناش الحمد لله فين ما وصلنا نقول الحمد لله ولله الحمد والشكر ولله وشكر انكم بزاف بزاف الناس اللي كي يشجعوني كي بارتاجي والقناة في المنتدى عندهم دائما معايا في التعليق خصوصا في الدقيق اللولة دي الفيديو اللي كيحتاج لفيديو انو يتشاف فنحاول نكون معكم دائما في الدقيق اللولة فاشكتح لي الاشعار ديلكم مرة كندخل كنشوف وخنخدم راكم عارفين الوقت ما كينش انك تشدي التليفون وتقاسي وتفرجي تتخدموا وتراقبي اهم حاجة المراقبة لبناء دقيق اللولة السلام عليكم ملاخر دقيق اللاخر بعا تعليق زوين محفيز اللي قدرتي ما قدرتيش كتبي غير تبارك الله ما شاء الله الصلاة على النبي عليه افضل الصلاة والسلام اللهم صلي وسلي مبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين دعيوة لخير الله يرحم الوليدين كل ما غاني بزاف ما كتبع ما كتش لقالك شي واحد الله يرحم الوليدين ماشي غير غات شكروا ماشي غادي نقول لكم ممكن ما طلعه رحم الوليدين شي حاجة اللي غالية بزاف وشي حاجة اللي نادر الناس قليل الناس اللي كيفكروا بهذا بهذا تفكير هذا انهم دعيما يكرروا لخوتهم المسلمين الله يرحم الوليدين ودعيوات لخير باش حتى هما يديوا الاجر والله يقبل الاعمال لنا وليكم الجميع المسلمين اي حاجة رفيها الخير اي حاجة فيها الحسنات فيها الاجر كلمة زوينا دعيوة معاملة زوينا خصوصا مع كما قلت قبيلا الموضوع اللي دويت عليه اليوم اتمنى يعجبكم على اللي كي يظلمك اللي كتصبر له كتتعامل معهم زيان كتدي فيه واحد لخير كبير كبير وخص صبر كما كان قوله صبر كي يضبر فعلا بعض الاحيان كما قال الله قال الرسول عليه الصلاة والسلام لا ترمو بانفسكم الا التهلكة كما قلت وخصبر زوين فيه الاجر كتير كتير ولكن اللافت حدو كما كان قوله اللافتت الامر حدها ما خصناش نصبرو على الظلم والظلم ما خصناش نصبرو عليه خصوصا اللي كانت الوقت طويلة بزاف شهور وسانوات سانة مرة سانة هكا الامر كيضيع شبابنا كيمشي الله يجعلها مغفرة الدنوب والله العظيم اللي كانين بعيد الناس قصص وشغل نقول لكم المهم ان شاء الله مواضيع كتير 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 غير شاركها معكم لانه هاتنا مواضيع هذه راح قليل اللي كيهضر عليها وقليل اللي كيجبدها ولكن فيها بزاف ما يوفيد خصوصا الناس اللي كيعيشوا بحال هكذا كيعيشوا هديك المواضيع اللي احنا كنهضروا عليها كيعيشوا بهادك الحال اللي كنهضروا علي مهم ان شاء الله يا ربي العالمين كين جديد تسننا وحب لايكوا الاشتراك بالجرس توصلوا دائما بالجديد ديالي كموقت لكم كين ما يوفيد ان شاء الله يا ربي العالمين غير لوقتها البنات وشي ظروف اللي همعانا دعوتكم في هاد العواشر يا ربي العالمين تلقى صراح كل مظلم تفك كل عقت مسكين كيتعد بسبب الناس بسبب الظلم والله يكون مع الجميع يا ربي العالمين وجعها مغفرة الدنوب نتمنى ان شاء الله نكون اخذ في وضرف على قلبكم دائما والقناة كون عند حسن تنزيكن تلقا فيها كون مبغيتو واشتراكوا فيها اللا يحبتكم برط چكو احطوها في المونتدى اللا يحبتكم دائما كن حطكم الناس اللي كييحطوني في المونتدى كن حطهم ومن continuation لي كن حطنا م странنى ونعود نحطهم وعود نحطهم العروض ديالهم والفيديوات والليفات كن حطهم في الوم regime اللي كند الخل عندهم هما نشوف واش قناتي كينن عندهم في المونتدى ولا لا مكان ننقاهاش صفي ما ابقيتش كن حطهم كما كنقول لكم دائما يد في يد بصدق قبل إخلاص نتعاون مع بعضنا اللي تعاون معي نتعاون معه اللي تعاونت معه هكا مراجوش لا تصفت أنا جمع راسي عندي ناس اللي تسنوني عندي الناس اللي يبغيون حطهم تهمك يحطوني دائما مهم التعاون رهزوين ولكن مليك التعاون مع الناس ما كنت تعاونش معك الله يكون في العون الجميع كما كنقوله كل إشد طريقة الله يسهل على الجميع الأبواب متصفة ولا أرزاق من تقاس ما رزق فيد الله ما شيف فيد الإنسان فينما كنا كيف ما كنا كيف ما كانت ظروفنا وصحتنا رزقنا عند الله في أيدي الله ما شيف في أيدي الإنسان إنسان غير سببه والحمد لله والكمال على الله اللهم عليك الحمد شكرا لكم عن المشاهدة نتمنى هذا العرض يعجبكم وشكرا للناس اللي حضروا معي دائما نكونوا معي في نفس الوقت أنا كنكون معكم الله يجزيكم باخير شكرا لكم طه الله وفرسكم وعوشكم وبرك الله يدخل علينا فرحة العيد حقيقية بصحة والسلامة يا ربي تعيدوا وتعودوا إن شاء الله باش ما تمنيتوا والله يقبل لأعمال صالحة لنا وليكم والجميع المسلمين طه الله وفرسكم والسلام عليكم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر